بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى الياس العمري بمناسبة انتخابه أميناً عاماً لحزب الأصالة والمعاصرة معتبراً أن انتخابه على رأس الأمانة العامة يؤكد مدى التقدير الذي يحظى به لدى أعضاء هيئته السياسية اعتباراً لتجربته السياسية والتزامه القوي بالدفاع عن مبادئ الحزب وقيمه كما جاء في البرقية يذكر أن المؤتمر الوطني الثالث لحزب الأصالة والمعاصرة كان قد انتخب أمس وبالإجماع الياس العمري أميناً عاماً للحزب وللمزيد حول هذا الموضوع يسعدني أن أستضيف مباشرةً في الأستوديو المحلل السياسي والأستاذ الجامعي محمد العمراني بخبزة أستاذ مرحباً بك مرحباً بك كيف تنظرون إلى انتخاب الياس العمري أميناً عاماً لحزب الأصالة والمعاصرة هل هو خروج من الظل إلى الأضواء أو للأمر علاقة بالمرحلة الراهنة أي ونحن على أبواب الانتخابات التشريعية قد يكون سببين معاً فيما يتعلق بخروجه الأضواء على اعتبار أنه ظل لفترة طويلة أنه يحرك موراء الستار العملية السياسية في حزب الأصالة والمعاصرة منذ بداية الفكرة مع الحركة الكل ديمقراطياً وصولاً إلى المرحلة الحالية ثم فيما يخص أنه وكأنها استجابة لرغبة خصومه خاصة الأستاذ عبد إله بن كيران الذي كان دائماً يلومه على أنه دائماً يتخفى ورأى الستار وأنه كان يطالبه دائماً بالخروج للعالم هذا هو في الواجهة ثم الشقة المرتبطة بالمرحلة فهي مرحلة جد حساسة بالنسبة لحزب الأصالة والمعاصرة على اعتبار أنه مر من المحطتين المحطة ما قبل أحداث الربيع العربي 20 فبراير والتي كان فيها الحزب قد بدأ يكتسح المشهد السياسي بشكل كبير ثم خفوت هذا الحضور مع 20 فبراير ثم العودة القوية مع انتخابات الجماعية والجهوية ومجلس المستشارين لذلك الآن لربما أن التهيئ لمرحلة الانتخابات المقبلة ربما يمحك حقيقي لحزب الأصالة وهذا هو سؤالي من أبرز تحديات التي ستواجه الأمين العام للحزب هو التحضير للانتخابات المقبلة كيف تنظرون إلى دور إلياس العمري في هذا السياق؟ لربما أنه هو استمرارية طالما أن إلياس العمري كان يدبر بشكل عام كل القضايا الأساسية بالنسبة للحزب وخاصة المسألة الانتخابية فالتالي فهو الآن هو مطالب بالمحافظة على المكتسب الذي حققه في الانتخابات الأخيرة وكذلك أنه مطالب بأن يتبوأ المرتبة الأولى المفضية دستوريا إلى رئاسة الحكومة إذن فهنا رهان إلياس العمري نعم تحدي وهذا هو مربط الفارس على اعتبار أن إلياس العمري كان ربما في خرجات إعلامية اعتبر أنه كان يتمنى أن لا يكون حزبه الأول حتى لا يكون في الصدارة لكي يقود ولكن السياسة في المغرب بحكم كما قلت الدستور طالما أنه تم تأكيد على كون أن من يتصدر انتخابات مجلس النواب يقود رئاسة الحكومة لربما هذا المعطى أصبح واضحا في مجموعة من نواحي بنسبة لي إلياس العمري نعم والأيام المقبلة كفيلة لأن تكشف لنا المشهد السياسي في المغرب هناك انتقادات عدة توجه للحزب حتى من شخصيات تنتمي إليه من قبيل أن الأصالة والمعاصرة ربما تتحكم فيها نزعة جهوية ما رأيك؟ صراحة أن هذا الجانب يمكن للمتسبعين أن يلحظوه بشكل كبير وكبير جدا خاصة عندما يتعلق الأمر بتوزيع المسؤوليات وداخل هياكل الحزب نجد حضور قوي لجهة معينة داخل الحزب ولكن هذا ربما تحصيل حاصل لماذا؟ لأن طالما أنه إلياس العمري هو الذي يدبر بشكل من الأشكال الحزب فليلياس ماضي لم يشارك مع الكثير من رموز منطقته فهو اشترك معهم في العمل الجمعوي اشترك معهم في العمل السياسي عندما كان الأمر يتعلق باليسار اشتغل معهم في مشاريع سياسية مرتبطة بالحركة الأمازيغية إلى غير ذلك فبالتالي كان من المنطق طالما أن هناك ثقة حصلت ما بين الأطراف لا ربما أن تحصيل حاصل أن يتموقعوا إلى جانب إلياس العمري لأنه في حاجة إلى رجالات ثقة يدبر بهم المرحلة وخصصا أن له خصوم ليسوا بسهل مواجهتهم بشكل منعزل إذا فالتالي فهو في حاجة إلى الطاقم يحيط به يكون له ثقة المؤتمر الثالث لحزب الأصالة والمعصر كان أيضا مناسبة للحسم في مرجعية الحزب برأيك هل فعلا أن مشروع الأصالة والمعصرة هو لمواجهة الإسلاميين ولخلق قطب حداثي؟ فيما يخص الجانب الإديولوجي للحزب طالما كان هناك الكثير من القيل والقال خاصة أنه يتشكل من فسيفساء بانتماءات متباينة ومتبينة جدا هناك اليسار هناك ما تبقى من اليسار المتجدر هناك حضور قوي لرموز مرحلة الرصاص الذين عانوا من الاعتقال إلى غير ذلك موجودون كان لهم حضور قوي داخل الحزب بالإضافة إلى الليبراليين ينتمون لأحزاب يمينية إدارية كانت في مرحلة معينة فهذا الخليط يجعل من الصعب القول أن إديولوجية الحزب هي كذا ورغم أن إلياس العماري أنه صرح بأنه ينتمي إلى وسط اليسار وهذا لربما يحتاج إلى التدقيق وخاصة أن لربما هذا هو الشيء الجديد الذي قد نلحظه في هذا الجانب بحيث أن قناعات إلياس العماري هي التي ستكون غالبة على الجانب الإديولوجي للحزب لأن نعلم أن إلياس متشبع بالفكر اليساري بالفكر الماركسي له مواقف فيما يخص بعض القضايا المتعلقة بالمجتمع الإيرت الإجهاد المثليين إلى غير ذلك من القضايا التي فيها نقاش مجتمعي المثيرة للجدد فبتالي أن ربما مقانعات إلياس قد تظهر بشكل أقوى في هذه المرحلة بالنسبة للحزب نعم كيف تنظرون إلى تحالفات الحزب المقبلة أستاذ العمراني هل سيغير انتخاب إلياس العماري من خريطة التحالفات الحزبية؟ من دون شك لربما باختصار من دون شك لأن التجربة التي يخضها الآن على مستوى قيادته لجهة طنجة طوال الحسيمة أنها تبرز قدرة إلياس على الاستقطاب وعلى الاحتواء بحيث أنه في إطار تسير يحتاج إلى جميع الأصوات بحيث أنه لا يرضى بأن يظل صوت خارج المجموع فلذلك حتى عندما تم انتخابه لاحظنا كيف أنه فقط حزب واحد هو الذي ظل خارج الإجماع وهو حزب العدالة والتنمية وبعد وصوله إلى الرئاسة حاول إدماجه داخل التحالف الذي أقامه هي طريقة ربما دكية في تعامله مع المكونات السياسية فخرجته الأولى الإعلامية الأولى في تصريحه الصحفي أنه أبان عن كون أنه إمكانية إعادة نظر في الكثير من المواقف بما فيها إمكانية التحالف مع الخصم اللذود بالنسبة للبي جي دي من خلال قوله بأنه لم يسبق أن قيل في حزب الأسرة والمعاصرة أن التحالف مع البي جي دي خط أحمر وبالتالي أن هناك نوع من الجانب الشخصي لحضور إلياس العماري في إمكانية إعادة تشكيل الآن للتحالفات وفي هذا السياق ربما نلاحظنا أن هناك من خلال حضور رموز كبيرة للمشهد السياسي في المؤتمر كانت رسائل قوية حتى حضور الوزير الدودي ممثلا لحزب العدالة والتنمية في المؤتمر كانت رسالة وخاصة أنه صرح بأنه ليس هناك تحالف مع البي جي دي ولكن هذا لا يمنع من إمكانية التعامل وفيها إشارة قوية من الطرفين من حزب الأسرة ومعاصرة ومن حزب البي جي دي نعم المحلل السياسي والأستاذ الجمعي محمد العمراني وخبزة شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات وعلى هذه الإضاءات القيمة وشكرا لحضورك معنا شكرا لكم